في سؤال جالي دلوقتي في بالي. اتفضل. هل فكرت في مرة تخش انتخابات تحت كورة? يعني مع كل هزه الافكار. اه. تمام? هل تخطي تقول بقى ايه? انا هخش ودي الافكار دي وابقى مسؤول عن هزه الافكار كمان وهتنفزها. لا. ما فكرتش نيه? لان انتخابات اه بتبقى ما يعني انا ممفعش هخش انتخابات. حقصر. لان الانتخاب مش حقصر عشان انا وحش. انا فهم. لا انا هكثر عشان بتربطها. مع عشان كده انا من امنية حياتي كمان ان اتحاد الكورة والناس الجهة المسؤولة عن كورة القدم المصرية بالزات السنين اللي جاية. اه. اللي هو متمثلة في اتحاد الكورة. ما يبقاش بالانتخابات. يبقى بالتعيين. هو طبعا مفيش تعيين. لازم انتخابات. بس نعملها انتخابات كده وكده. انا شوف انا بقول ايه? انا بكلم لمصلحة الكورة المصرية. قرار سياسي. قرار سياسي من القيادة السياسية. ان اللي قصة الانتخابات لانه خلاص هو اتحاد الكورة ده اللي موجود. ما نعدل ما نعدل ما نعدل طريقة الانتخابات نفسها. يعني مسلا فكرة ان الجامعة العومية واندية مع كامل الاحترام لها بعض الاندية مش المؤسرة فبيبقى لها الصوت. ما نعدل شكل الانتخابات ونقول مين اللي يصوت في هزي الانتخابات. ونحافظ على فكرة الانتخابات. برضو مش هتبقى كافير. هتلاقي ناسها. انا فيه متائل طار ابو زيد متائل يرشح نفسه وسقت قبل كده في انتخابات. في ناس كتيرة. ناس كتيرة هتلاقيها في الكارير وعنده. وكفاءة. لا لا لا. طب اتحاد الكورة كل التقدير والاحترام ليهم كاشخاص كلهم يعني حتى حبيب يعني. بس هما جوم ازاي يعني جوم عن طريق انتخابات قدام قايمة تانية مش مش معروفة انت تفتكر القايمة التانية اللي دزلوا قدام. شرحة لا. ما فيه ما فيه. كذبه. اه. فموضوع الانتخابات ده بيبقى متوضب. وده مش من دلوقتي على فكرة ده من من عقود. قديم الازم. اه انا اشتغلت عشر سنين في منتخابات مصر. اه. يعني اتحاد الكورة ده انا حافظه. من اول ما تخش الباب لكل حاجة فيه. لا بتبقى العملية طالما انتخابات بتبقى متوضبة. اللي اللي بيعرف فيه العمل لعبة الانتخابات. اللي انتخابات. حتى الانتخابات بتاعة الفيفا نفسها بتبقى علاقات. المكتب التنفيذي. علاقات باتحادات. يعني مفهوم. يعني انتخابات في حد ذاتها هي علاقات. بس العلاقات من اني نوع. ومين اللي ليه حق التصوير. في حال ان هي ما تدرش. ماشي. بالزبط. علاقات بس ما تدرش. بالزبط كده. انما لو علاقات واحد ضر انتي بقى مشكلة. واللي بيدفع تمانها مين بقى? البلد.